السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ هنتكلم ان شاء الله النهاردة مع بعض عن مدير جديد آآ من سلسلة اله سي اي اي آآ آآ داتا كون فيرجان وان. هنتكلم عن الفي اكسيلان والكمبس نتورك آآ في البداية طبعا بيعرفنا للفي اكسيلان هي عبارة عن فيرشوال اكستنسابول آآ لوكال اريا نتورك اللي هي الفي اكسيلان ده طبعا بالار اف سي ستاندرد آآ سبعة تلاف تلتمية تمانية واربعين هو عبارة عن آآ نتورك فيرشواليزيشن اوفر آآ ليار سي ري نتورك واحنا طبعا بنقتصرها بالان في آآ او سري تكنولوجي اللي بتستخدم في حتة الماك انيوزر ديتا جرام بروتوكول اللي احنا بنسميها ماك انيو دي بي انكابسوليشن. الفي اكسيلان ويدلي يوزد يعني دايما بتستخدم بشكل كبير في اللي موجود عندنا. آآ آآ طبعا بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها في اللي قبل كده او الفيديوهات اللي قبل كده بتحتاج منك طبعا وفي نفس الوقت بفيه في اللي موجود عندي عشان كده الفي اكسيلان آآ بدأت اللي هي تظهر عندي آآ في الكامبس نتورك علشان آآ تبتدي تتعامل مع الاس دي ان كونترولر علشان تدي لك مور بنيفتس فور آآ كاستمرز. آآ في الموديول ده هنحاول نتسكرايب مع بعض البيزيك كونسبس اللي هي المفاهيم الرئيسية والفندامينتلز والاساسيات بتاعة الفي اكسيلان. and how to use في اكسيلان to build مالتي آآ بيربوس كامبس نتورك. الوبجيكتف بعد ما نخلص الموديول ده ان شاء الله مع بعض. آآ هتقدر تتعرف على اللي موجودة في اللي هو اللي موجود في deciسينتر سيناريوز وازاي الفي اكسيلان بتميت آآ formerly are المتطلبات دي. هندسكرايب مع بعض البيزيك كونسبس اوف الفي اكسيلان هنفهم يعني ايه اكسيلان. هنعرف الفندامينتلز بتاعة الفي اكسيلان هندسكرايب الابليكيشن آآ آآ اوف الفي اكسيلان فيaganبس نيتورك في فيرشواليزيشن سيناريوز. هنتعلم اه هنشوف الابليكيشن اف بي جي بي اي بي ان في وازاي هيقدر البي جي بي اي بي ان يتعامل مع اه الوي اكس لان. اول معنا بنتكلم عن اف بي اكس لان اند كامبس نتورك اه فيرشواليزاشن. يقول لك هنا طبعا كل الشركات دلوقتي اتجهت لجزئية الفيرشواليزاشن. اه لقى انها طبعا بتقلل الكوست بتريديوس الاي تي كوستس وبتامروف السيرفز ديبلويمينت اه فليكسابيليتي وفي نفس الوقت بتقلل الوبريشن والمينتيننس كوستس اللي موجود عندنا. مور اندو مور انتربرايزز بدأت تختار الكلاود كمبيوتينج او الفيرشواليزاشن تكنولوجيز في الديتا سنتر زبعتها او في اي تي انفرا استراكشن. بعد الانتربرايز ما بدأت تختار بتاعتك بدأت تديبلويد او تبتدي اللي انت تنزلها على في السيرفر اللي موجود عندنا. يعني ما احنا جينا نبص عندنا تو سيرفرز متربطين طبعا بالفيزيكال نتورك دول فيزيكال سيرفرز اوليدي محطوطين في كلاستر واحد وعندك كل سيرفر آآ فيزيكالي عليه اكتر من كل في ام ماية بترن سيرفز معينة زي ما احنا شايفين الفي ام ماية الاولى بترن الويب آآ في ام ماية تانية التالتة بترن على السيرفر التاني برضو عندنا سيرفز ويب تو وعندنا عندنا آآ زي ما احنا شايفين اللي موجودة عندنا. بنتكلم آآ برضو في نقطة او اللي موجودة عندنا اللي هو ده برضو من ضمن الحاجات اللي بدأت تظهر معانا لما تعاملنا معه يقول لك طبعا هنا اللي هو اللي موجودة عندنا في او كان بي يعني تقدر اللي انت تعمل لها آآ بكل سهولة. طيب نتيجة لذلك للكلام اللي احنا بنقوله ده ان اللي بترنن يعني بتشغل نفس السيرفز زي ما احنا شايفين عندي مسلا في ام ماية بترن ويب وان وهنا برضو في ام ماية بترن نفس السيرفز فالمفروض آآ دول مع بعض في نفس النتورك سيجماز يعني بس في نفس الوقت هم موجودين على زي ما احنا شايفين ده سيرفر واحد وده سيرفر اتنين فمعنى كلامك الهما الاتنين المفروض يشتغلوا مع بعض في لير تو لانه هما نفس السيرفز بس المفروض ليه بقى فيه كومنيكيشن لير تو على آآ آآ مين بقى يعني لو انت عندك لير سيري نتورك المفروض انت الاتنين دول يكلموا بعض على مستوى لير تو يبقى الفكرة هنا آآ انتزا سيم في ام الفي ام مات هنا عندي وازا سيم اي بي يعني ده برضو حتة تانية اللي هي ترن على مختلفة زي ما احنا قلنا يعني ده واخد اي بي وده واخد اي بي تاني فدول في اماكن مختلفة على الرغم اللي هما بيرنه نفس السيرفز آآ فده طبعا احنا مفروض نحطه في الايه في الاعتبار بتاعه فيقول لك هنا احنا ممكن يكون موجود على آآ مساحة آآ جغرافية مسلا بعيدة آآ فعلشان كده احنا محتاجين نعمل آآ آآ يعني احنا المفروض يبقى في آآ وفي نفس الوقت احنا محتاجين آآ آآ علشان نفس السيرفز اللي موجودة عندنا وتكون موجودة على آآ آآ ديفايز. لما نيجي نتكلم برضو عن آآ تاني اللي هو حتة آآ حتة الكلنا طبعا احنا لما بنشتغل عربش فاحنا كلنا بنريز او بنأجر آآ السيرفز اللي موجودة عندنا يعني مش شرط آآ وطبع او من نفس الفندور او نفس الشركة فممكن انت تبقى متواجد عندك وفي واحد تاني برضو واخد وهكزا. ممكن انت تكون موجود على آآ آآ مختلفة زي ما احنا شايفين هنا. يعني هنا موجودة على سيرفر وفي نفس الوقت اللي اتنين دول مفروض يكلموا بعض لكن المفروض لازم يكون في المفروض عمل لهم على رغم اللي هم موجودين على نفس يعني واخدين نفس الفيزيكال اللي موجود عندي ونفس فهلا مفروض يبقى فيه عندي هنا ايزوليشا. يعني في الكلاويت بيزد سيناريوز الملتي آآ يعني انت المفروض كلنا بنأجر يعني زي في دفاع عملية ليز. في حد بيأجر سيربس معنا او بيأجر مساحة. طبعا آآ ده بيبقى فيه يعني ممكن يكون عندك اكتر من متشاير معهم نفس آآ طبعا في الحالة دي لازم يكون عندك حاجتين في في النتورك اللي موجود عنده. لازم يكون عندك وعندك الانترا تننت كومينيكيشن. الانتر ده اللي هو ايه اللي هو ما بين اتنين تننت مختلفية. يعني زي ما احنا شايفين هنا مع تننت سري ده ما بيننا كده في اا ايزوليشن. اما فيه عندنا انترا تننت كومينيكيشن اللي هو احنا اللي تنين مع بعض في نفس التننت فمحتاجين اللي احنا نعمل لير تو آآ كومينيكيشن. يبقى الانترا تننت ايزوليشن آآ لما انت هنا بتكون فيجور آآ التننت عندك او الفي اماية وازا سمك ادرس ونفس الاي بي. ليه? لانهم على نفس الفيزيكال آآ سيرفر. ففي الحالة دي انت بحتاج تعمل ايزوليشن. بالاضافة طبعا اللي بيقى فيه عندك لارج نمبر وبوتنشيال يعني هي مش مجرد اللي اتنين دول مع بعض. ففي عندك كتير عدد كتير جدا من التننت اللي المفروض تعمل لهم آآ ايزوليشن. طب الانترا تننت كومينيكيشن. الفي امات انزا سيم نتورك سيجمنت اف اتننت ريكوير لير تو آآ كومينيكيشن. يعني احنا لو مع بعض سيرفز واحدة. فاحنا المفروض يبقى فيما بيننا انترا تننت لير تو كومينيكيشن. وطبعا ده بالنسبة لنا هو على الفيزيكا لوكيشن. يعني انت اصلا مش معك في نفس اللوكيشن. فطبيعي اللي انت هنا محتاج برضو اللي انت يبقى بيحصل آآ كومينيكيشن. اللي تشالينجز فيسينج تراديشنال نيتورك. لو هنجلنا نتكلم عن التراديشنال نيتورك. آآ هنقول اللي عندك بعض او التحديات اللي ممكن تبقى موجودة معك. قال لك اول حاجة طبعا انت في النتورك آآ لها تشتغل بيبقى عندك عدد كتير. يعني 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 بيبقى عندك عدد بيبتدي يزيد عندك. يعني لو انت عندك مسلا سيرفرين على عكسا بيبقى عندك كل سيرفر عليه عدد كبير من آآ اللي موجود عندنه. قال لك على الرغم من الكلام ده كله ان بتاعك آآ اللي المفروض هيبتدي آآ يكبر. لان طبعا مش هيبقى يعني هيبقى عندك هنا كل من دول عنده ليه? لان انت عندك عدد كتير. طب ايه الحاجة التانية اللي انت ممكن تواجهها? قال لك اللي فيه يعني انت هنا محتاج لانت تعمل لان عندك آآ عدد كبير من موجودة فانت هتحتاج تعمل وعلشان كده آآ اللي موجود عندك هو اتناشر بيت بس. فعندك عدد محدود. يبقى اللي موجود لازم يكون اكبر من الرقم ده. يعني اكبر من اتنين قصة اتناشر. فانت في الحالة دي محتاج تبص الحاجة تانية. طب بيقول لك هنا كان آآ ادابت ما تقدرش تعمل بقى مع الديناميك نتورك لكل شوية فيه آآ النتورك بتاعتك بيبتدي يحصل فيها تغيير. يعني النبر ازماتش اربعة تلاف ستة وتسعين. يعني العدد بتاعك اكبر من اربعة تلاف ستة وتسعين. وفي نفس الوقت آآ في التراضيشنال انت مش هتقدر انت تعمل كتيرة اللي بتحصل عندك داخل النتورك بتاعتك. طيب بيقول لك ايه تاني? قال لك يعني هنا في عملية يعني انت كل شوية مسلا ما يشغل هنا ممكن يحصل لها ففي الحالة دي يعني لازم يكون على مستوى يعني يكون بتاعك آآ صغير او بسيط. يبقى طبعا والنبر اللي موجود عندك يعني عدد اللي موجود عندك فهي بالنسبة لك. علشان كده بتستخدم اللي هي بتاعت الداتا سنتر آآ نتورك. يعني علشان كده احنا بدأنا نقول اللي احنا لازم نتعامل مع آآ 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 بتاعتمد على وتقدر من خلالها اللي انت تبلد آآ آآ على اي نتورك آآ فيها آآ آآ يعني تقدر تبلد آآ آآ هنا على اي آآ آآ بالنسبة لك يكون فيها يعني مسلا لو انا هنا عندي والنتورك تانية نقدر اللي احنا نبني هنا آآ 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 طبعا بتستخدم آآ 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 كوميونكيشن نتورك آآ كوميونكيشن بتوين آآ آآ نتورك آآ ننفآ آآ 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 via آآ نتورك. يعني انت علشان تتعامل مع 40% بيكون عندك ده طبعا بتسمح لك اللي انت تعمل آآ مع شبكات آآ وكمان تعمل مع والنون بتستخدم آآ علشان يعمل طبعا اللي موجودة عندك يعني بيكون عندك بتاعتك العادية خالص بيبتدي يعمل لها آآ وبعد كده بيبتدي يبعثها على اللي موجودة عندك اللي احنا بقول بالنسبة لك وزود طبعا اللي موجودة عندك او اللي موجودة عندنا بالاضافة طبعا ما عندهش طبعا في وهو بالنسبة لك بيسابورد آآ زي بالنسبة لنا زي ايه طبعا قالك اللي موجودة اللي هو اصلا ما بنعملوش طيب لو جنت بص هنا في السيناريو زي ده عندنا مسلا ادي تانية بنقدر من خلال اللي احنا نقدر آآ نعمل بتوين آآ دي كلها علشان كده بدأنا اللي احنا نتعامل مع آآ في الديتا سنتر زي لو جينا نتكلم على بتاعة الديتا سنتر آآ دايما هنلاقي اللي في الديتا سنتر نتورك بتستخدم زي ما احنا شايفين هنا ادي الفيزيكال نتورك بتاعتي عمدي هنا دي بتاعتي العادية اللي هي التراديشنل لو احنا جينا نتعامل معها في في الديتا سنتر نلاحز اللي فيه ده طبعا ده اللي موجودة عندي وده اللي موجودة عندي وده طبعا اللي موجودة آآ عندنا اللي هو طبعا زي بالنسبة لنا بيبتدي فورورد آآ بتاعتك بيز ده على آآ وطبعا بالنسبة له آآ يعني ما يعرفش آآ بتاعتك آآ بتاعتك اما اللي موجودة عندنا بتبروفايد النيتورك اكسس فور ديفايزيس ريسورس هي اللي بتدي لك النيتورك اكسس آآ للسيرفز وبتفورم بتعمل معانا للفي اكسلان انكابسوليشن آآ دي آآ كابسوليشن. كل السيرفزز طبعا في الديتا سنتر آآ آآ كارت باي في اكسلان نتورك زي ما احنا شايفين هنا. آآ لو هنا مسلا ان دوماند في اكسلان تانى لو في سيرفز مسلا معينة فانت هتبتيج تعمل لفي اكسلان علشان تقدر آآ تشغل السيرفز اللي موجودة آآ عندنا. بيوزنج في اكسلان تقبلت آآ آآ كامبس آآ نتورك. لو احنا عندنا الكامبس نتورك بتاعتنا لو احنا ملاحظين هنا ده فيديو كونفرانس ده او ايه عندنا عندنا زي بالزبط كده آآ مختلفة او مختلفة. وطبعا ديش شبكة بتاعت العادية. فاحنا هنا لو عاوزين آآ نتعامل مع الجزئية بتاعت يعني نبتدي بقى نقسمها آآ في نفس الوقت علشان نتعامل مع فانبتدي نقول واحد اتنين تلاتة وكل لها سيرفز مختلفة آآ موجودة آآ عندنا. طبعا هنا دي كلها خاصة بالايه? آآ بتابعة السيرفزز يعني النتورك بتاعتك بنبتدي اللي انت تقسمها وفقا للسيرفز اللي موجودة. زي ما احنا شايفين دي نتورك بلقنا اللي احنا نقسمها على هيئة السيرفزز اللي موجودة عندنا. لو جينا نقول هبتدي اعمل لك مقارنة المقارنة دي انت لازم تخطها آآ في الاعتبار لان هي هتفهمك احنا ليه بنستخدم داخل داخل لو جينا نتكلم عن فاحنا عارفين اللي هي بتبقى بقى عن تكنولوجي بتقدر ترنى معك برضو بالنسبة لك آآ ليه? يعني فيه عليها اللي هي برضو بالنسبة لك. فهنا بتاعتك بتاعتها بتقدر تتعامل بيه من خلال سواء كان سواء كان او كنترولر آآ هالهن بالنسبة لك بتقدر تعمل قال لك ما بقدرش عامل يعني كل بتصبورتها معك طب لو احنا طلعنا شوية وكلمنا عن تكنولوجي ونكلم اللي هي آآ آآ بالنسبة لي اللي هي لكن على طبعا باستخدام نتقدمها آآ عندنا احنا عارفونا طبعا ولو اشتغلنا فيها مع بعضة وتكلمنا عليها في وهنرجع ان شاء الله نتكلم عليها آآ في طبعا هنا بالنسبة لك مفيش برضو وهي بالنسبة لك ما تصبرت دي عازم اللي عندك تكون عشان تقدر ترنى اللي موجودة عندنا. طيب لو احنا اتكلمنا عن هنقول الفيزيكال آآ نتورك تمام بلد اون الفيزيكال نتورك والاوفر لي بتاعتك لير تو على لير آآ سري لاما تتعامل معها بالسي اللاي لاما هتعامل بقى كنترولر آآ بيزد وهنا طبعا بالنسبة لك الفيزيكال سب تبص الحتى وفيش نزيل لان يعني لازمають بتاع الفي اكسي لان تكون بت سببورتي في اكسي لان تكنولوج. بل ان فاور تكون بي بالت اون اني كومبيكسミーي نتورك لو عندك تقدر تتعامل مع الفي اكسي لان عادي.party virtual network تقدر تعمل آآ بتاعتك برضو سبورتد آآ آآ كنترولر علشان كده هي بالنسبة لي تعد كويسة في حتة آآ آآ نتورك. هنتكلم هنا عن باكت فورمائت هيبتدي يقول لك اللي انت بتعمل او بتعمل للباكت العادية بتاعتك. يعني ده بسم ده الانر اثر نت هيدر والاي بي والبي لود بتاعتك هتبتدي تعمل لها من خلال ان انت هتبتدي يتركب اوتر اثر نت هيدر واوتر اي بي ادرس ويو دي بي هيدر. ده طبعا هيدر اللي موجود عندنا. طيب لو جدا نتكلم عن الاي بي هيكون السورس اي بي ادرس هو الاي بي ادرس اه اوف زا سورس في تب وهنتكلم عن الفي تب دلوقتي بتاع الفي اكسلان تنهل. والديستنيشن بتاعك هيكون الاي بي ادرس اوف زا في اكسلان تنهل. اجل انك بالزبط بتعمل يعني اه لو انت رجعت تتقنل كده بتاعت الفي بي ان هتلاحظ اللي كلها متشابهة انت بتعمل حاجة جوه حاجة. فهنا طبعا الفي اكسلان فكرتها كلها اللي انت عاوز تشغل حاجات او تعمل على علشان كده بدأت اللي انت تعمل الانكابسوليشن ده. طبعا بيقولك بتاعك اه وعندك طبعا ده اللي هو الجزء بتاع الو دي بي هيدر بالاضافة اللي موجود عندي اللي هو بيكون اربعة وعشرين بيت. احنا هنعرف بعد كده بتاعتك بتكون اه اربعة وعشرين بيت. طبعا ده اه الباكت فورمات باكت فورمات بتاع الهواوي كلاود انجين اه اس سيريز سويتشز اه اللي موجود عندنا. علشان كده احنا بدأنا نتكلم على الفورمات بتاعه. طيب بتاعت الفي اكسلان. هيبتدي يكلمك بقى عن التفاصيل شوية بتاعت الفي اكسلان هيبتدي يكلمك على ما معنى ان في اي? بولك اللي هو عبارة عن ده معناه ده اللي هو اللي موجود عندنا اللي بيقدر يعني على سبيل المثال هو السويتش اللي موجود عندك ده والسويتش ده بالنسبة لنا يعد ده طبعا بيكون لاما فيزيكال او كان وورك از ان في اي. الان في طبعا اي بيران وبيكون ازي ما احنا شايفين هنا في الفيجر اللي موجود عندنا وفي يعد اما بالنسبة لي الان في اي وزي ما احنا شايفين ده بتاعتي بتبقى عبارة عن وهنا بالنسبة لك يعني البي سي ده هيقدر يكلم البي سي اللي موجود اللي هو بي سي تو سروق الفي اكس اللي موجود عندنا. هيكلمك على المصطلح رقم اتنين اللي موجود معنا خلي بالك من المصطلحات دي لانها طبعا هتبقى مهمة آآ بعد كده معاك بيتكلم عن الفي تيب اللي هو الفي اكس لان تانل اند بوينت يبقى الفي تيب وعبارة عن الفي اكس لان تانل اند بوينت اللي موجودة عندنا الفي تيب لوكيتد على الفي اي وبينكابسوليتس وبعمل دي كابسوليت لفي اكس لان باكتز يعني احنا هنيجي لقول الجزء ده كده ده بالنسبة لي اللي هو الفي تيب على السويتش الاولاني ده الاي بي ادرس بتاعي والاي بي ادرس بتاعي الفي تيب على السويتش اتنين اللي هو برضو اربع اتنانات اللي موجود عندي. يبقى لو انا باجي اعمل يبقى الاوتر اي بي في الهضر بتاعي بتاعي الفي اكس لان باكت وبيكون هو بتاع اه اللي هو بتاع اللي موجود عندي. يعني وجدنا نبص هنا على اه الباكت بتاعتي. ابتدأ حط اربع واحد والديسنيشن اي بي اللي هو بتاع اللي موجود عندنا اللي هو اه اربع اه اتنين طبعا هنا هو وبير وفي ادرس ايدنتفايل ده اللي هو بتاع وبالنسبة لي الديسنيشن في تيب. مع السورس في تيب انكابسوليت ستو انكابسوليت باكت ستو ديستينيشن في تيب بصروق اللي موجودة عندنا. هيتكلم هنا عن اه يبقى احنا اتكلمنا عن اه اللي هو وكلمنا عن وبنتكلم دلوقتي عن ومنتكلم على طيب هو عبارة عن ايه? بيقول لك اللي هو هو نفسه اللي موجود عندنا شبيه بيه. وفي نفس الوقت بيستخدم علشان المختلفة. يعني احنا قلنا هي بالنسبة لنا تعد زي بتعمل على مستوى لير سريع عشان نعمل يبقى هنا بيقول لك ده بتاع اللي موجود عندنا. يبقى اللي موجود عندك في يعني لو انا موجود في مختلفة مقدرش اعمل اه اه مقدرش اعمل مع يعني مسلا لو انا في في ان اي مسلا الفين واحد تاني في في ان اي الفين واحد ما يقدرش اللي هو يعمل نازم نكون مع بعض في نفس العشان نقدر نعمل على مستوى اللي موجودة عندنا كان يعني اللي موجودة ممكن ديبقى عندك فيها اه اكتر اه 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 ارمور لو انت طبعا جيت تحسيبها تقول اتنين قصة اربعة وعشرين ابا انت تقدر تعمل عدد اتنين قصة اربعة وعشرين من ال في ان اي على مستوى بتاعتني. طب لو جينا نتكلم عن البريتج دومين. البريتج دومين اه هو بيستخدم اه الفي لان كانت بتستخدم اه المصطلح بتاع البرودكاست دومين. يعني مسلا لما اقول وفي لان اتنين يبقى في دومين وفي لان اتنين في دومين تاني. بالنسبة لنا برضو البي دي او البردج دومين بيستخدم علشان يدفايد البرودكاست دومين اللي ما يقول عندنا في البي اكس لا. يبقى البي دي بي ادنتفاي الارج لير تو برودكاست دومين على مستوى البي اكس لا. يعني لو عندنا لو عندنا مسلا دومين وعاوزين نقسمه فاحنا هنبتدي نقول البردج دومين واحد بريدج دومين اتنين. يبقى الفي ان اي ار ما بريدج دومين. يعني الوحدة ما تقدر انت تقسم من خلالها اللي عندك اه حسب بتاعك. طبعا احنا بنقول هنا اللي هي يبقى يعني لو هم عندهم نفس البي دي او يقدروا لهم يعملوا مع بعض على مستوى لو جينا نبص على هنلاحز اه ان عندنا هنا البي دي عشرين والفي النقاي الفين وده طبعا البي ادرس هتلاقي موجود عندك هنا وده طبعا الان في اي اه وهنا برضو بالنسبة لنا الفين اي اي فعلشان كده الاتنين دول يقدروا يعملوا على مستوى على مستوى اللي موجودة عندنا. هيجي يتكلم عن مصطلح معنا برضو مصطلح موجود اللي هو مصطلح اه الفاب اللي هو بالنسبة لي يبقى الفاب بي اكسلان اه سيرفيس اكسس. يبقى الفاب ده على مستوى لو انت مثلا عندك هنا فانت بالنسبة لك هنا بيكونفجر على مستوى اه او اه اما في ليه طرقتين او او لو جينا نتكلم عن لو انت عندك في المسال ده انا هعملين هنا آآ موجود على السويتش الاولاني مع البي دي او عشرة. ده زي تقول لي يعني بتاعك اللي هو رقمه عشرة. طب لو جينا نتكلم عن برضو عشرة على السويتش ده. ومسلا عملنا عشرة على السويتش اتنين. آآ فمعنى كده عشرة. يبقى انت معناها آآ ان زي تقول ترافيك فروم في لان عشرة كل الترافيك من في لان عشرة يعني حد يبعد ترافيك لفي لان عشرة هيدا ليوصل للبي دي اللي هي اللي هي رقم عشرة اللي موجودة عندي. هنيجي هنا نتكلم عن آآ الان هنتكلم عن الان بالنسبة لك هو عبارة عن بتاع الفي اكسلا يعني لو وجيت اقول ده اج وده اج وده بالنسبة لدول اج وده اج ده لان ليه? لان هو عبارة عن يعني بقى الاكسس ديفايس احنا بنسميه اج. سروو اتش ترافيك فروم تراديشنال نتورك التراديشنال نتورك بتاعتك بيانطر على الفي اكسلا يعني ده بس ان ده من خلاله بيخش الترافيك يبتدي يخش على عشان كده احنا بنسميه بتاعك. طب لو جيت تتكلم عن البوردر قل لك البوردر ده هو النود اه اللي بيعمل اللي موجود عندك. يعني اه هو بالنسبة لي اكله الحدود ما بين والاكسترنال نتورك بيستخدم طبعا تنتر يعني لو انا عاوز يخش فانا بالنسبة لي البوردر اه اللي موجود عندي هو اللي هيدخل للترافيك ده. طب لو انا عاوز الترافيك انترنال هو اللي هيدخل الترافيك ده داخل النتورك اللي موجود عندي. يبقى هنا بيستخدم ترافيك او اكسس كمان عاوز تطلع برة فالبوردر ده هو اللي بيطلعك. اه 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 زي مين قال لك لو انت عاوز بقى تقول البوردر ده يكون زي مين قال لك زي الراوتر وزي الفايروول اللي موجود عندي. يوجه لتقدر لانت هتعملها زي مين? قالك زي الروطة اللي هو البردر ده بيتصل بروطة طبعا او اللي بيبقى عنده ده بالنسبة للبردر اه والاتجي نوتز اللي عندك. لو جينا هنا نتكلم عن وليار سري في اكسلان جيت وي. تعالوا كده نبص المختلفة اللي موجودة عندنا احنا هنا قلنا اه اللي ده بالنسبة لي هو وده اه برضو موجود عندك. طيب لو جينا نتكلم ونقول لير تو جيت وي وبفورد بتاعتك اللي هي بتاعت الفي اكسلان. او اللي هو از يوزد اه اه انترا اه سابنت اه كومنيكيشن ونزاسين في اكسلان نترك. احنا مع بعض في نفس الفي اكسلان لا يقدر اللي احنا نكلم بعض من خلال اللير تو جيت وي. زي ما احنا شايفين في الايه في المسال اللي موجود اه قدامنا. طب لو انا لير سري. هنا لير سري بانا عاوز اعمل انتر سابنت مادى عن عني. احنا مسلا ده سابنت. اه وده سابنت تانية. فانا هنا محتاج اعمل انتر سابنت كومنيكيشن ففي الحالة دي لازم يكون موجود لير س phi جيت وي. يبقى بيستخدم في الكومنيكيشن على مستوى وبيقال له sought اكسترنل نتورك او امضم اه اكسلان. يعني مسلا لو انا هنا في سيرفلس وعاوز اتكلم سيرفلس تانية. يبقى انا في الحالة دي محتاج او بوردر جيتوي يكون موجود عندي. لو جينا نتكلم عن الجزء بتاع الفي بي دي اه اي اف انترفيس. الفي بي دي اه الفي بي دي اي اف او الانترفيس اللي ما يقول عندنا اه ده بالنسبة لنا يعد لو انت كده افتقرت او رجعت بالزاكرة هتلاقي زي اللي كان موجود عندك. يبقى اهو زي ما هنا بيقول لك ايه بيقول لك اللي لو عندي مثلا واحد وعاوز اتكلم في الان اتنين. فانت محتاج هنا في الان انترفيس. فهنا بالنسبة لنا الفي بي دي اي اف انترفيس بتيوز تو كومنيكات بتوين البي دي ما احنا قلنا هو زي وزي البرودكاست دومين. فطبعا بتقدر تستخدم الفي بي دي اي اف انترفيس علشان تكمنيكات البي دي المختلفة مع بعضها. طب الفي بي دي اه اي اف او الانترفيس اللي عندنا. وعبارة عن لير سري لوجيكال انترفيس. كريتد فور البي دي او البريتج دومين اللي موجود على صبعا بتعمله على لير سري في اكس الان جيتوي. ايه احنا قلنا ده بالنسبة لك لير تو جيتوي وده لير تو جيتوي. طبعا ده صابنت يعني ده نتورك وده النتورك التانية. فطبيعا اللي احنا عشان نعمل ما بينهم احنا هنا محتاجين لير سري جيتوي. فعشان احنا شغالين في لان الراجل ده متابع بتاعه الف. وده ايدنتفير اه الفين يعني معنى ده اللي موجود في اه او مختلفة الف والسيرفز هنا الفين. يبقى علشان هما الاتنين يكلوموا بعض فهم محتاجين اه انترفيس. يبقى بتاعتك كان بي وكمان بالنسبة لك كوننكت لير تو نتورك تو لير سري. طبعا يعني انت هنا بالنسبة لك تقدر كليير تو نقولنا اللي الغرض من اللي انت بتشريع لير تو على اه لير سري. هو ده الغرض بتاعك. فطبعا كمان بتسمح لك انت اتكون نكت اللي موجودة عندنا. لو جينا نتكلم عن والسنتراليز جيتوي. طبعا كل الحاجات دي عبارة عن مفاهيم انت المفروض بتكون عارفها وبتكون فاهمها علشان تقدر اه تفهم يعني ايه اه عندنا. لو تكلمنا عن السنتراليز جيتوي بتاعك اللي موجود يعني عندك بس هو اللي شغال اه كليير سري جيتوي. يعني كل الانتر نتورك او الانتر كومنيكيشن بتتم من خلال الجيتوي هنا على الدفايز ده بس. طب لو انت كلمت عن قل لك يعني ممكن الدفايز ده يشتغل لير تو لير سري جيتوي. وده لير تو و لير سري. يبقى ال في تب فانكشن اس بوس لير تو و لير سري جيتوي. يعني يشتغل على اساس اللي هو لير تو و لير سري جيتوي. طب النون جيتوي نودز ار ان اوير. يعني ما تفهمش بقى ال VXLAM تانيل عن راجل ده بيعدي بس ال VXLAM ترافيك. لكن هو مش فاهم آآ يبقى ال VTB هنا عندنا موجودة لير تو و لير سري جيتوي. يعني هنا عندك لير تو و لير سري جيتوي. فالنون جيتوي بقى اللي هم مش شغلين اصلا بال 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 فهم مش فاهمين آآ الجزء او مش فاهمين الترافيك بتاع بس بيعملوا للترافيك بتاع آآ بشكل طبيعي. ده كان بالنسبة آآ للجزء اللي هو البيزيك آآ آآ كونسلس. هيبتدي يتكلمك هنا عن هبتدي بقى يديك شوية مفاهيم آآ رئيسية عن ال VXLAM اول حاجة معنا هنا هيتكلم عن ال VXLAM طانل مونتز. ال VXLAM طبعا تانيل از ايدنتفايت باي بير اوف آآ VTB اي بي ادرسز. احنا عارفين طبعا نقول لها للتانيل آآ بتبتدي تعمل لها ايدنتفيكيشن من خلال ال VTB اي بي ادرسز. الباكتس آآ انكابسوليتد اون VTB اللي هم بالنسبة للي هم الاجز. اند زين ترانسيميتد بايزد اون آآ روتس ان VXLAM طانل. بايزد طبعا على الروتس بتاعة اللي موجودة عندنا. افطر ال VXLAM طانل اس كونفيجرد لما تحمل لها كونفيجراشن. ات كان استابلشد ساكسسفولي از لونج از زا في تب اد بوس اندس يعني ال VTB على ال او البوس اندس اللي موجودة اوف آآ زا تانيل هاف ريتشابل روتس لو عندها ريتشابل روتس تو ايتش ازر من خلال اي بي ادريس ات آآ ليير سري. طيب ال VXLAM طانل زيال آآ آآ cلاسيفايد انتو زا فولوينج طايبس بيزد وون VXLAM طانل كرياشن ايه انواع الطانلز اللي موجودة عندنا في VXLAM. اول حاجة عندك الستاتيك طانل انت محتاج اللي انت طبعا من اسمه استاتيك يبقى انت محتاج اللي انت مانوالي كونفيجر اللوكال اند ريموت VNI. ما الموجودة عندنا. طيب بالنسبة للديناميك تانيل اللي هو النوع التاني الديناميكا ليستبلشت بيبتل يتعمل لها استبلش ديناميكا لي من خلال البي جي بي اسر نت فيرشوال برايفت نتورك اللي هو ال اي في بي ان طيب ازاي قالك هوين البي جي بي اي في بي ان از يوزد وفي اكس الان طانل. فرست استبلش ا او بي جي بي اي بي ان بي. هعملوا مع بعض البي جي بي اي في بي ان بيرز بيفور اكس اتشانج بي جي بي اي في بي ان روتز. عشان يتعلم ال في ان اي وال في اي 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 ازاي. طيب تعالوا كده مع بعض بنشوف اه في الجزء اللي جاي ايه اللي هيحصل معنا. الستاتيك في اكس لان طانل. الستاتيك في اكس لان طانل مش آآ طانل. يعني مزايل هي شبيهة بالجي ار ان في بي ان طانل فور ديتا ترانسيميشن. يبقى الادرس هنا عندك في الانزا انجريس ريبليكيشن لست ازا طانل ديستي نيشن. ادرس. زات انكابسوليتد هوين ال اه ان ترانسيميتد اوبر في اكس لان طانل. تعالوا كده نبص على التوبولوجي اللي موجود عندنا. لو انا عندي هنا ازا ما احنا شايفين عندي اللي باللون الازرق وعندي اللي هي باللون الاحمر. واحدة والتانية لو انت جيت تبص على آآ هنا عندك عندك مية تنين وسبعين ستاشر آآ واحد زيرو وعندك اتنين زيرو. طبعا عندك موجود عندك آآ مية تنين وسبعين برضو ستاشر واحد ومية تنين وسبعين آآ ستاشر اتنين. دول شبكتين مختلفتين. آآ واحنا محتاجين هنا نستبلش الكونيكشن اوفر آآ اللي موجود عندنا. لو احنا جانا نبص على الاولاني اللي هو بتاعه آآ اربع واحد وعندنا رقم تلاتة تلاتة اربع تلاتات والفي تب رقم اتنين عندك اربع آآ اتنانات. لو جانا نبصوا في الكونفجريشن هتعمل للنتورك اللي موجود عندنا الانترفيز ده آآ اللي هو رقم واحد هتقول له ان الصورس عندك آآ اربع واحد زي ما احنا شايفين الصورس اللي هو ده اللي هو الفي تب ده اربع واحد عنده اتنين آآ الان طالب. الاولى اللي هي اه اللي هو اه اربع تلاتات. وعندك برضو على عندك اللي هو اه اربع اه اتنانات. ايبان ده كده على بتبطيق تعرفه اللي موجودة عندك اللي هي في الريموت. وعندك بقى طبعا على بتبطيق تعمل برضو نفس طبعا زي ما احنا عارفين اللي كل بيبقى لها موجودة عندنا هنا دومين عشرة. والبرج دومين اللي موجودة عندنا اه عشرين. طيب. لو جينا نتكلم عن اه 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 نتورك نفس الطريقة بتاعك هيبقى على الماك ادرس اللي موجودة عندنا. طيب لو الفي تيب بياد السورس ماك ادرس بتاعه بيبتدي حطه في الماك ادرس تيبه. زي ما احنا عارفين. ازاي? قال لك لو انت عندك مسلا البي دي هنا بتاعتي بعشرة. لو انا استقبلت ترافيك كسويتش هنا هبتدي اتعلم الماك ادرس اللي موجود على البي دي دي. يعني زي ما احنا شايفين هنا لو جينا اقولنا ماك ادرس بريتج نومين عشرة. هلاحظ ان الانترفيز هو اه على عشرة اللي موجود عنديها اللي هو جي جا 1 على زيره على 1 لط10 اللي هو بتاعته البي دي او اللي هي عشرة. هلاحظ فعلا اللي هو اتعلم من خلاله ماك ادرس اللي هو اه اخره ولو جيت ابصه على الدومين اللي هو 20 هلاحظ اللي هو أتعلم الماك ادرس اللي هو بي. ليه? لانه هنا لما بيستقبل في bring بيبتدي يتعلم على ماك ادرس اللي موجود عندنا. يبقى هنا هيتحط الفريم ده في الماك ادرس تيبل اوفزا بي دي اند سيت الاوت باوند انترفيس هيكون الانترفيس اللي انا استقبلت منه الديتا فريم اللي موجود عندنا. هتقول لي ما ده شيء طبيعي. تمام يبقى انت هنا بس عرفت اللي هو كل بي دي او كل بريتج دومين بيبقاله زي ما احنا شايفين هنا الماك ادرس تيبل بتاع اا الدومين بتاعنا اا عشرة والدمين هنا عشرين. لاحظنا اللي عندك ماك ادرس موجود اا في نيتورك وهنا ماك ادرس برضو موجود في نيتورك تاني. يعني طبعا دي كلها اللي هي في الماك ادرس تيبل اللي عندنا بتعمل لها اا زا فوروردنج ديتا فريم سيند اا سيند تو اا زا ديفايس كونكتد تو زا فيتب يعني اي معلومة بتيجي للفيتب براحل الراجل ده بيبتدي اعملها فوروردنج من خلال اا البريتج اا البريتج دومين اللي هو عشرة لاندرفيز بتاعها. لو جينا نتكلم على عملية ونركز جدا في اللي دي ونفهم اا المكانيزم بتاعنا ماشي ازاي. قال لك بفوروردنج ديتا فريم جفا ديفايس كونكتد تو زا ريموت بنت عارف لو انت عندك هنا اا اللي هي مئة اتنو وتسعين مئة تمامين وستين واحد واحد عاوز اا توصل موجود معك في نفس بس موجود عند ريموت نتورك اا تانية او موجود زي ما احنا قلنا احنا عندنا عاوزين نخليهم يكلموا بعض هم يكلموا بعض بس على شبكة طيب ايه اللي هيحصل قال لك في الحالة دي محتاج اللي هو يتعلم الماك ادرس الماكات الماك ادرس از اا افزا ريموت في تيب يعني المفروض هو يتعلم الماك ادرس بتاع الراجل ده طب هيتعلم الماك ادرس ده ازاي قال لك البروسيس بتاعتك يا سيميلر تو زي تراديشنال ماك ادرس تيبول جينريشن بروسيس اند ديبيندس اون باكت اكس اتشينج يعني برضو بتعتمد على الباكت اكس اتشينج بتوين الهوستس نفس الكلام اللي احنا قلناه في تراديشنال نيتورك اللي موجود عندنا يبقى جينرالي عندنا الماك ادرس اندرس ار جينريتد سروق الار بباكت اكس اتشينج هتقول لما نفس القصة طب تعالوا نعرف ازاي قال لك الراجل ده اللي هو بيسي وان محتاج اللي هو هيبعت اه ترافيك اه فور فيرست طايم يعني اول مرة هيبعت اه ترافيك فطبيعي اللي هو هيبعت اه ريكويست يبقى البيسي وان هيبعمل برودكاست للارب ريكويست ايه اللي هيحصل هيبتدي اول لما الراجل ده يستقبل معلومة هيبتدي يستغل الفرصة ويبتدي يتعلم الماك ادرس ما احنا قلنا في اللي قبل كده اللي موجود على اللي هو السورس هيبتدي يتعلم الماك ادرس اللي هو ايه ده اه تبع بي دي او بي دي اللي هي عشرة وفي نفس الوقت متعلمها من البورد رقم واحد اللي موجود عندنا يبقى هو كده دي معلومة حطها فين? حطها في الماك ادرس بتاع او السويتش ده. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل? هتبتدي السويتش وان ده هيعمل ويبتدي يفلط ال في اكس لان انكابسوليتد آآ ار بباكت كل اللي موجودين عنده في هيبتدي يعمل لهم فورول. طيب هتوصل لمين? قال لك آآ المفروض هتوصل للسويتش ده. فالسويتش ده يستقبل فريم جايله بصورس ماك ادرس اللي هو اخره ايه? هيبتدي يستغل الفرصة برضو. ويبتدي يحط معلومة عنده في الماك ادرس ستيبل بتقول آآ ان انا اقدر هتعلم اللي هو الماك ادرس اللي هو آآ اخره ايه? وهو طبعا موجود على البي دي او آآ عندنا رقم عشرة. واقدر آآ وانا اتعلمته من الريموت في تيب اللي موجود عندي اللي هو اربع وحي. دي معلوم? طيب بعد كده ايه اللي هيحصل? هيبتدي السويتش ده يبتدي يفورورد الار بباكت لبي سي تو. يبقى دي اول مرحلة في حتة الديناميك ماك ادرس آآ ليرنينج. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل? قالك بعد كده الراجل ده آآ هيبتدي يبعت يوني كاست ارب ري بلاي هيبتدي يرد عليه بقى? هو استقبل آآ خلاص هيبتدي يرد عليه. طيب مجرد لما يبتدي يرد عليه الماك السويتش ده يبتدي يستغل الفرصة ويبتدي يتعلم الماك ادرس بتاع اللي هو اللي هو بي هيقول لك انا اعرفه هو موجود عالبريدج اه اه او عالبريدج دومين عشرة وبقدر اروح له من اوت باوند انترفيز بورت واحد. طيب بعد كده الارب ريكويست دي هتتبعت اهو هيبتدي السويتش ده يدور عنده ويشوف انا رايح لمين? هيقول لك انا رايح للماك ادرس اللي هو آآ اللي موجود عندي اللي هو ايه? فهيبتدي يدور عن ماك ادرس ايه? هيبتدي يقول لك انت عشان تروح الماك التس ايه المفروض هتروح اللي هو اربعة وحاية. فهيبتدي سند الباكت لمين? اللي ده اربعة وحاية. اربعة وحاية ده اول لما يبتدي يستقبل آآ المعلومة اللي هو اللي موجود عندنا. هيبتدي يستغل الفرصة اللي فيه معلومة جات له بسورس آآ معين ويبتدي يتعلم حرفيا اللي اللي هو بيه ده موجود عالبريدج دومين عشرة آآ وهو تقدر يروح له او اربع اتنانات وبعد كده هيبتدي الفورورد الباكت اللي موجود عنده. بيبقى بي سي وان وبي سي تو. احنا نسميها هتقول لي ما هي نفس الطريقة بس الكنسبت بتاعها مختلفة على تكنولوجي مختلفة اللي هي الوي اكس الان. ايه بعد اما تعلمنا المكات والدنيا بقى تمام هنعمل انترا طيب احنا دلوقتي هنبعت عادي خلاص احنا اتعلمنا اللي هو السويتش الاولاني بالنسبة لك اللي هو اللي هو بتاعك. والاتج هنا برضو اتعلم المكات هنبتدي اللي احنا نبعت ترافك بشكل طبيعي. طيب الترافك اللي هيتبعت زي ما انت شايف هنا بي سي وان. عاوز يسند يوني كاست فريم لبي سي تو. هيبتدي طبعا يدور عن بتاع بي سي تو اللي موجود عنده. فهيبتدي يدور هيلاحز ان بي سي تو اقدر اروح له اه من خلال اللي انا هروح لل برقم اللي هو اربع اتنانات. فهيبتدي اه في الحالة دي السويتش الاولاني هيبرفورم في اكسلان انكابسوليشن فورزا باكت اند اد نيو اي بي هيدر اه باكت اللي هي بتاعها هيكون اربع اتنانات. يعني هيبتدي يقول الصور صاربعة وحايل اللي هو الو اربع اتنانات اللي موجودين عندنا اللي هو ريموت في بتاعي هنا اللي هيكون رقم اتنين. طيب بالنسبة لي خلاص اللي هو بتاع اللي هو اللي احنا قلنا عليها اللي هو ايه اللي هيحصل هيبتدي المرحلة اللي هيبتدي يدور انا جاي لحاجة راحة اللي احنا قلنا عليه اللي هو اه اخر اتنين. هبتدي ادور عندي وسيرش او سويتش اتنين هيسيرش عن ماك ادرس اللي هو بتاع اتنين هيلاحظ وجوده فعلا ويقدر يروح له من خلال بورد واحد. فيبتدي يبعد الديتا بتاعته سويتش اتنين هيبتدي بتاعته بشكل مباشر لبي سي تو. البي او ام ترافيك فورورد. طيب احنا عرفنا اليوني كاست فورورد فانا بيقول لك طب لو انت هتعمل ترانسيميتنج لبرودكاست او 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 مالتي كاست ترافيك ايه اللي هيحصل? قال لك في الحالة دي بتاعك هيريبليكات هيبص على ففي الحالة دي اللي موجود عندنا. طب بص كده على الكلام ده. اه راجل ده هيبعد هيبتدي يبص على هيبتدي يبعد الداتا بتاعته زي ما احنا شايفين. يعني هو يبعد برودكاست او يبعد او مالتي كاست هتتبعت على اللي موجودة عندنا سواء هنا انت عندك طبعا وعندك هنا هيبعت على هنا وهيوصل لميتين هنا زي ما انت شايف. يعني مش هتوصل لواحد بس هتوصل اه بالنسبالي لهنا وهيه? وهنا لان كلنا مع بعض في نفس البرودكاست اه دومين او في نفس على مفهوم لا. لو جيت تتكلم على الانتر ساب نت فورورد. لان هنت هتعمل انتر ساب نت فورورد. طيب الكلام ده هيتم ازاي? انت عارفنا الانترا اللي احنا مع بعض في نفس الساب نت او في نفس السيجمنت. فيه الكلام هنا هيختلف. الكلام هنا اللي انت في اللي هي مية وتسعين مية وتسعين واحد زين. عاوز تروح لنتورك مية وتسعين مية وتسعين مية وتسعين اتسعين اثنين زين ومن خلال ال VXLan تكنولوجي. طيب من خلال ال VXLan تكنولوجي هتعمل ايه? قالك البيسي وان هيبتدي يبعد عاوز يبعد يوني كاست فريم لبي سي تون. طبعا السورس اي بي اللي هو بتاعك بتاع التانل هيكون اربعة وحايدة بتاعك هيكون اه اربع تلاتات. طيب هتقول اربع تلاتات ليه? لان انا عندي الجتوي اللي هو مئتنين وتسعين مئتنين وستين واحد متين واربعة وخمسين اللي احنا اتكلمنا قلنا علشان اه اه صب نت فاحنا محتاجين الفي بي دي انترفيس. وده زيه زي الفي لان انترفيس لما احنا اتكلمنا عليه. وطبعا عندك الماك ادرس بتاعه. فهيبتدي للراجل ده. الراجل ده هيبتدي طبعا على بتاعتنا ليه الف زي ما احنا? يعني بتاعتنا هنا الف عاوزين نكلم في ان اي الفين. فهتروح للجتوي هيبتدي يقول انت رايح فين? هقول لنا رايح لتنين. فيبتدي بص اتنين ده روح له فين? هقول له من خلال او او في دي بي انترفيس عشرين. فيبتدي يبعد الترافك بتاعه هنا. هيبتدي يبعد ايه? الترافك بتاعه هنا يعني هيغير هيقوله السورس بتاعك تلاتة زي ما احنا قولنا هيبقى اربع اتنينات والفي ان اي بتاعتك هكون آآ الفين عشان يقدر يوصل له آآ الترافك بتاعه. طبعا اول ما توصل للسويتش هيبتدي يعمل لها بتاعنا بشكل مباشر. طبعا ده بتاعت الانتر سابنت فور وقت. بعد ما اتكلمنا بالاطار النظري وعرفنا البيزيك كونسيفز بتاعت البي اكسلان والفنضاميندلز هلتلين نتكلم عن البيزيك اه كونفجريشن مع بعض. تعالوا كده نبص عن البي اكسلان اه كونفجريشن. اه اول حقا في خطوات اللي انت بتكاريت اه اللي موجودة عندنا من خلال انت بتدخل على وتكتب بريتج دومين وتديه البيزيك دومين اي دي. وقلت لك انت بتدخل التكارية في السيستم فيو طبعا. والبيج دومين فيو اللي موجودة عندنا بتاعتك الرينج من واحد لحد الرقم ده كله. تدخل تكارية بريتج دومين زي ما انت عاوز. بعد ما تكاريت البيج دومين هتبتدي تكارية البي اي اه اللي موجودة عندك على آآ داخل آآ البيج دومين. انا عمل في اكسلان وبعد كنت تديه الاي دي بتاعك. طبعا بيقول لك الرينج بتاعك برضو اه لحد الرينج ده. هتبتدي تكارية الان في اي اللي هو الانترفيس بتاعنا. اه انترفيس ان في اي وتدي له الان في اي نمبر ويقول لك هنا الان في اي انترفيس نمبر مست بي ون. لازم يكون عندك رقم واحد. بعد كده هتكون فيجر الانترفيس نفسه اللي هو الان في اي. هتبتدي تدي له السورس وتقول له ان السويتش اللي انا واقف عليه ده السورس اي بي ادرس بتاعه بتاع اه كزا ويقول لك اللي انت اه تتعامل مع اللوك باك انترفيس يكون هو السورس اي بي اه ادرس بتاع اللي موجود عندنا. اه بعد كده بتبتدي تكون في الانجريس بتبتدي تقول له وبعد كده بتدي له بتاعتك اللي موجودة في وبتدي تدي له اه وتدي له البير بتاعك. زي ما احنا عارفين هنا اه لازم يكون عندك لو انت عندك اكتر من في موجودين على مستوى اه يبقى انت هتبتدي تدخلهم في بتاعك. هتكون فجر طبعا على الساب انترفيس. طبعا ده الساب انترفيس بتاعك اللي هو متصل بالبي سيز. فانت ممكن تقول له مسلا وتقول له اه لو هو داخل اكسس. طبعا ده اسمه اه اه او من خلال اللي انت تبايند الفيلان اه للبريتج دومين مباشرة من خلال اه اه لير تو بايندينج فيلان وتدي له اه الفيلان بتاعك. طبعا الكماند ده بيكون فيجرد على البريتج دومين على طول بتتأكد ان فعلا الفيلان دي مكاريته وفعلا الانترفيس بتاعك اه اسوشياتي على دي علشان تقدر تنفذ الامر ده. طبعا الانترفيس بتاعك هتقول له انترفيس اه اه اي اف وتدي له رقم الانترفيس بتاعك اللي هو يكون اللي موجود عندنا وتبتدي بتاعه علشان يكون هو بتاعه. طيب هدينا هنا على الانترا صبنت داخل الفي اكسلان نتو. لو انا عندنا زي دي عندنا اه كلنا انزسين صبنت طبعا مئة اتنين وتسعين مئة اون وستين واحد زيرو. اه الفي النوعي بتاعتنا هي اه عشر تلاف والبي دي بتاعتنا مية والفي تب هنا اربع وحايل والفي تب على السوش اتنين او على اتج التاني هو اربع اتنين. ازاي هنعمل الكونفجريشن بتاعتنا? نركز مع بعض في هنخش على اه السوش بتاعنا ونبتدي نقول له خلي بالك اللي هو في بريتج دومين رقم مهمية وفي اكسلان عشر تلاف. بعد كده هتبقى تخش على وزي ما قلنا مصد يكون واحد. هتقول له ان السورس خلي بالك بيكون اللي هو اربع وحايد. هتبقى تقول له اللي هي العشر تلاف اللي عندك بتاعها اه اربع اتنينات. يعني انا في في التانية اللي بتاعتي البير بتاعي هيكون اربع اتنينات. هخش على السوش التاني وهبتدي اقول له بريتج دومين. عندي بريتج دومين برضو مية. عندي في اكسلان في ان اي عشر تلاف. على الانترفيس ان في ايه اللي هو رقم واحد. هبتدي اقول له خلي بقى لك ان السورس بتاعي اه الاي بي بتاعي كده كفي تب هو اربع اتنينات. والفي ان اي عشر تلاف موجود عندي على دي اه اللي هو اربع وحايد. بعد كده هيبتدي خش على بتاعت اللي هو اللي موجود عندك ده المفروض يتعمل لها على اه على اكسل طيب ازاي بقى بتاعك ده يتم? اللي هتخش على بتاعك وتدخل على الانترفيس اللي هو واحد على زيره على واحد دوت واحد اللي هو تبع والمود بتاعه هتقول له بعد كده هتقول له يعني ده اكسس اه موجود عندي. طيب اكسس على مين? قال لك اللي هو مية. ده معناه اللي هو موجود على البرج دومين رقم كم? رقم مية يعني معناه اللي هو في البرودكاست مية يعني موجود مع نا على اللي هي عشر تلافة. بعد كده هتخش على الانترفيس اللي هو جيجا واحد على زيره على اتنين اللي هو الانترفيس التاني دوت وان. اللي هو وتقول له المود بتاعه وهتقول له وهتقول له بتاعك مية برضو معنى الكلام اللي هو على اللي هي عشر تالي. هنيجع السويتش التاني هنعمل لها بقى ده طريقة الساب انترفيس السايل. اللي هي دي الطريقة بتاعتنا. لو هنعمل السويتش التاني هنعمله بطريقة اه اللي هو اللي هي اللي انت هتخش على نفسه. اللي هو البرج دومين مية. وتقول له معناها بقول له لأي موجود عندك. فهو تابع اللي هو رقم مية. فمعنى كده البي سي ده هيخش معنا في اللي هي عشر تالي. هنا حتى بيقول لك اهل الديفرانزز بتوين الاكسس مود في سويتش اه تو وسويتش وان احنا قلنا الطريقة دي والطريقة دي هي طريقة السوال التاني بيقول هنا ازاي اللي هو مية اتنين وتسعين متى وستين واحد متى اربعة وخمسين هيكونفجر احنا قلنا اه لو انت عندك اه على مستوى من في ان اي عايز توصل في ان اي تانية او من دومين لبريتش دومين تاني فانت في الحالة دي بتبتدي تتحامل مع ال في بي دي انترفيس. تعام وقلنا اللي هو نفس تطابق او نفس الكلام اللي كنا بنقوله اه في الانتر اه في لان كونفيجريشن. هنا هيقول لك لو احنا عاوزين نعمل كونفيجريشن على الانتر صاب نت كومينيكيشن. اللي فات طبعا كان على اه الانترا صاب نت اه كومينيكيشن. يعني انسايد صاب نت بنقدر نعمل كومينيكيشن مع بعض صروح. طب لو احنا شغلين على انتر صاب نت اه كومينيكيشن. قالك هتيجي برضو بنفس الكلام على السويتش الاولاني. تعارف هنا السويتش الاولاني تابع البي دي مية والسويتش اللي هو التاني اللي ما وجود عندنا تابع البي دي اللي هي اه متين. فانت هنا على السويتش الاولاني هتقول بريتش دومين مية. في اكس لان في انا اي عشر تلاف. هتدخل على انترفيس اللي هو وتبتلك تقول له خلي بالك اه الصورس اللي موجود عندي لما اطلع على اربع واحد وعلى الفئة النواية العشرة تلاف البير بتاعي هيكون اربع تلاتات. اربع تلاتات ليه? لان هو ده اللي هو او اللي موجود ما بين الاتنين بريتش دومينز اللي موجودين عندي اللي هو المية والميتين. خش على السويتش التاني برضو بنفس الكلام. ما قلو بريتش دومين ميتين. بعد كده اقول له انترفيس اقول له خلي بالك اللي الصورس اربعة اتنانات. عشرين الف المراضي البير بتاعي انا على عشرين الف هنا. والبير بتاعي هيكون اللي هو اربع تلاتات برضو علشان هو ده بتاعي. ولكن ازاي سويتش تلاتة هتعملو طبعا لو احنا جينا نتكلمها على سويتش تلاتة بتاعه هيبقى من خلال الفي دي بي انترفيس هنعمل في دي بي انترفيس مية وفي دي بي انترفيس متين تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنعمل الكلام ده. ازاي ما احنا شايفين هتخش طبعا ازاي ما احنا شايفين قبل ما يعني هو كان بسألك السؤال ده فقال لك انت ازاي بقى هتعمل قبل ما تخش على المرحلة الجيتوي ازاي هنعمل بقى للسيربس نفسها. اللي هو اللي موجود عندنا. فاحنا عارفين في طريقة الساب انترفيس وفي طريقة فهو هنا على السويتش الاولاني امرأي احايل لك هنه هدخل على الانترفيس بتاعي اللي هو واحد على ديره على واحد ضوط واحد مود لير تو اقول له بتاعه يعني هنا بتاعي هيكون مية يعني كده عرفت الراجل ده تبع المية هروح برضه عند الراجل السويتش التاني ده والمراضي هقول له انت تبع ميتين يبقى الراجل ده تبع ميتين فهنا بيسأل سؤال بقول لك ازاي بتاع مية اتنين وتسعين مية اتنين وستين اتنين عشرة كمام كاريس فيلان عشرين ازاي بقى اه دوي كونفجر سويتش تو ازاي هنعمل على السويتش تو علشان يستقبل اه الحاجة اللي جايله من اه من اه من اه الناس اللي شغالة اه في فيلان مسلا اه مية او اللي شغالة في في الفي اي او وبريدج دومين التاني فقال لك في الحالة دي انت هتبتدي البورت بتاعك اللي هو اللي موجود هتعمله عشان تقدر تستقبل البورت ده هيتعمل ترانك عالسويتش اتنين ويقال له بص الباكتس بتاعي اه من فيلان عشرين تبصره اه او ممكن تعمله بورت اكسس عادي والدفولت فيلان عشرين او ممكن تعمله بالطريقة اه التقليدية اللي موجودة اه عندنا. بزي ما احنا قلنا هنا ده السويتش اللي هو بالنسبة لي كان سويتش واحد عملنا له زي ما احنا قلنا هو مية السويتش التاني برضه عملنا له اه على الدومين بتاعي اللي هو ميتين. طيب تعالوا كده نكمل بتاعتنا. ده بالنسبة لي اللي هو هتبتيت قوله دومين مية ده على ال جيت وي. وهتقوله طبعا ال الان هنا عشر تلاف وهنا عشرين الف. قوله خلي بالك عندي السورس بتاعه هتدي له وبعدك هتدي له البرز بتاعك واحد الاربع واحد والاربع اتنينات. وهتخش على الانترفيز و تبدي له الاي بي وانتين وتبدي له الاي بي. انا طبعا بيقولك اه ال في اكسي لان اركون فيجرد بتوين سيلي سويتش تو امبليمنت متشوى الاكسس بتوين تو بي سيز انزا ديفرنت نتورك سيجمنت بقولك زي سنتراليز د في اكسي لان جيتوي اس دي بلويد على سويتش سيلي. وبكده يا بابا انت خلصت الاستاتيك تانل الخاص بالفي اكسي لان معك. كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الجزء بتاع الاستاتيك تانلينج على الفي اكسي لان. اه الى ان نلتقي بمشيئة الرحمن في الجزء التاني من الفي اكسي لان وازاي نتعامل مع الديناميك تانلينج بمشيئة الرحمن اه في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.